تلبيس الشيطان في تفسير آية من آية القرآن في قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس حتى لغاية الحين تريد الجدال حواليها يقولك لا النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما ربنا نزله والله يعصمك من الناس أخي الحص ما فيش أي أذى يأتيه من أي أحد على الإطلاق ولا ضرر يأتيه من أي أحد على الإطلاق ولا حد يقدر يصل إليه بسوء على الإطلاق لا من قال هذا ده كلام أني آسف من يترمى كده ولا له أي قيمة النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر وأكبر دليل اللي أختصر لك به أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على إثر السم مات على إثر السم الذي وضعته له زينب اليهودية بعد خيبر معلوم معلوم كما في الصحيح وعند أهل السنن والمسانيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات والحديث في الصحيح لا زال أثر سم اليهودية إلى آخر الحديث الصحيح حتى قال حتى هذا أوان وقطع أبهاري فالقضية منتهية منتهية سيدنا النبي مات مريضا وعلى إثر السم على إثر السم الذي وضعته اليهودين تقول لي عصمة إيه لأنه أنا ملاش كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتمع له الأمران مات على إثر السم وكان قاب يعني على إثر السم كان مريضا جدا فلا هو ما احترامي عوفيا من أثر السم ولا عوفيا ما احترامي من المرض لأن ليه يا جماعة مش إله النبي مش إله النبي بشر يا جماعة يجي عليه ما يجي على البشر صلواته ربي وسلامه عليه بل كان يوعى كما يوعى كو الرجلان مش الرجل الواحد من شدة إطلاق ليه للأجر العظيم اللي هيكون للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبي رسول شهيد نبي رسول شهيد والأجر بتعمل زي أجر العبار حتى في المرض ولذلك اشتد عليه هذا الأمر وكان أكثر خلي بالكم معايا جدا مش كده بس سيدنا النبي زي ما قلت لكم في أحد شوفوا ايه اللي حصل لسيدنا النبي في أحد عشان تقوله والله يا عصمة جنة ما حصل له حصله اللي قلت لكم عليه في أحد من انكسار ربعية وسقوط في الحفرة ودخل حلقته المغفر وبعدين الشفى السفلة تشجي ويضربه ابن قم إلى آخر من كبه إلى آخر هذه الأمور ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بل وقع عليه كما ذكر علماء في الصحيح السحر من هذا اليهودي ابن الأعصم يعني أشياء لو ذكرتها الآن ما انتهينا ما انتهينا يبقى تقول لي هنا كذا لا لا مش كده على الإطلاق ما تقول لي ما للعصمة هنا ايه الله العصمة هنا ايه أقول لك معصوم فيما بلغه عن الله بإجماع المسلمين معصوم فيما بلغه عن الله بإجماع المسلمين يعني ما ينفعش تقول يا عم الوحي ممكن يدخله كذا أو الشيطان يلبس ويدخل كلمات زي ما قالوا قبل كده في الدرواية المجذوبة أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى إلى آخر قالوا ايه يعني آموا واضعين هنا دي موضوع اوعد ظلوا ان هي كده تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتاج الزيادة دي لا 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 ما حصلش ولا النبي قالها على الإطلاق إنه عشان يرضي المشاركين وكيت ومنازل فيه يعني قوله ربنا جل وعلا لقد كدت تاركا إليهم شيئا قليلا إذا لا أذقناك لا لا ما حصلش مش دي على الإطلاق مش دي ولا النبي تفوه بكلمة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتاج ما فيش كلام من دي على الإطلاق دير ويعمل صحيح لا تصح وغير ثبت الله إذن المقصود هنا إن الوحي اللي بيصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينقله عن الله جل وعلا معصوم فيه ما فيش كلام من كلام البشر وتلبس من الشيطان إلى آخر هذه الأمور مصوم محفوظ هذا كلام الله إن نحن نزلنا الذكرى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون نعم هذا كلام الله جل وعلا بمعنى أنه معصوم من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان نعم نعم ولذلك يا جماعة بأكرهوا اوعوا اوعوا تسمعوا كلامي اللي بيقولوا لك لا بعد كده لا يصيبه مرض ولا يصيبه أذى ولا يصيبه كده ولا حد يقدر يوصله بكده لا مرض له مات على إثر السم الذي وضع له صلى الله عليه وسلم من اليهودية خلي بلكم عاية جدا إذن النبي معصوم في إيه فيما بلغه عن الله بإجماع المسلمين وليس معصوما صلواته ربي وسلامه عليه بأنه يعني أنه لا يصيبه مرض يعني لا بنقوله لا عشان تقولي معصوم من الأمراض حتى لا النبي مات مريضا ومش كده بس كل الأنبياء ما احتران الأنبياء بشر يرجع عليه ما يجعل بشر من الأمراض والأنبياء أصابهم المرض خلي بالك وليس معصوما بأن تقولي لا يتعدي عليه أحد لا تعدوا عليه في أحد وحدث له ما حدث إلى آخره طيب وما تنفعش تقولي أن العصمة هنا عصمة من أن أي حد يفكر في ضرر لا كلام ما ما صحيح على الإطلاق بدليل الأولاد ضرر ما انتهى على الإطلاق يعني ما تجد بص لهؤلاء الذين ذهبوا وأنشأوا مسجد ضرر ما كان عشان يده مسجد مسجد كمان كلمة مسجد وكانوا بيصل وخلف النبي صلى الله عليه وسلام وراحوا عملوا مسجد ضرر علشان ايه عشان التفريق المسلمين وتفريق الكلمة وإيقاع الفتنة إلى آخر هذه الأمور ودول عاملان هما مسلمين وبتيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ايضا من الناس اللي بيصلي خلف النبي همهم المنافقين لما قالوا عن النبي ده اذن قال إزاي قاله يا عمي ده بيسمع كلام يقوم أيل كذا ننزل علي الوحي وكذا تحبوا نختبروا أهو وأهو أهو أيلين نطلع شائعة إنه الرمح تشدت على حدود الشام عشان تبدي النبي وتستقصل شافته ومن معه من المسلمين يقول لك فعد النبي جيش العسرة ولما راح على مسيرة شهر ملاش أي حد فرجعوا أهو ألم نقول لكم كذا يعني أهو كذا وبعدين لا لم يسلم عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل من الذين يصلون خلفه يعني والعياذ بلا من المنافقين تكلموا في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من خاض في ذلك وكان قريبا لأم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات إلى آخر هذه الأمور نركز مع بعض لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا من المنافقين ولا من أعداء الدين ولم يسلم حتى من كيد اليهود حتى في اللحظات الأخيرة يا جماعة عايزين نكون على فهم طيب في نقطة مهمة جدا إذن لما نقول مثلا قضية العصمة بنقول ليس المعنى أن لا يؤذيك أحد ولا يتعدى عليك أحد ولا تمرض لا بل تؤذى وهذا لك في ميزان حسناتك وتمرض وتمرض على إثر السهم حتى يجمع بين النبوة والرسالة من ناحية والشهادة من ناحية أخرى إذن هو معصوم فيما بلغ عن الله جل وعلم طيب يا جماعة أنا عايز نركز مع بعض جدا في النقطة اللي جادي تلبيس الشيطان على هو أبو حملات دي في شبهة الشباب يعني أنا كنت عرض طالها قديما بس إجابة مجازة مختصرة الشباب قالوا لا إحنا عايزين لأن البعض يعني بيصدق مثل هذه الطرهات لما قال إيه بالحرف الواحد كده قال النبي لم يحلق أنا كاتبها الكوهي لم يحلق لحيته لأن المدينة لم يكن بها حلاق ولو كان بها حلاق لحلق صلى الله عليه وسلم لحيته يعني بقول إن صدنا نبي صلى الله عليه وسلم سابد دانا وكان كل الناس على عهده بليحة ومنهم المشاركون زي مثلا أبو جهلي لما كما في السئرة لما جيه ابن مسعود ووطئ عنقه بقدمه وجذبه من لحيته الكبيرة جدا إلى آخر هذه الأمور طيب بنقوله يعني سيدنا النبي ما كانش عنده حلاق في المدينة آه يقولك آه وسيدنا النبي صلى الله عليه وكان عنده حلاق كان حلاق لي آه تعال بقى لأدلة بقى اللي تبين إن الراجل هو معرفش أي حاجة ولا قرأ القرآن ولا اطلع على صحيح سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم عليه انظروا في قول الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله رؤية بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين شوف اللي جايبا أهو محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين يبقى الشاهد محلقين رؤوسكم ومقصرين فيكم الله يبقى حالق وفيكم اللي بقصر بس الشاعر خلي بقى لي واحدة تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق خلي بقى قال ابن عباس في قوله ثم ليقضوا تفثهم قال ووضعوا الإحرام من حلق الرأس من حلق الرأس حلقة حلقة يعني حلق شعر الرأس ولسة الثياب وقص الأذفار طيب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيين ده في الصحيحين ورحم الله المحلقين خلي بلكوا معايا جدا قال ولمقصرين يا رسول الله قال ولمقصرين يا رسول الله قال ولمقصرين يا رسول الله قال المهم ثلاث مرات رحم الله المحلقين ثم قال رحم الله المقصرين يعني اللي حلقه واللي أسر شعره خلي بلكوا معايا جدا طيب في حجة الوداع في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرمانها ثم أتى منزله بمنا ونحرا ثم قال للحلاق هكذا المتن بالحرف ثم قال للحلاق أهجها الإبراهيم ولا سبحان الله ثم قال للحلاق خذ أو يعني خذ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلاق خذ الشعر شوف وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيصر ثم جعل يعطيه الناس وفي رواية عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه شوف هنا لما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه يعني يحلق رأسه وبعدين لفظ الحلاق الحلاق خلي بالك وأطاف به أصحاب فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل إلا في يد رجل يبقى هنا في المرة الأولانية إن النبي قال للحلاء خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيصر ثم جعل يعطيه الناس بعدما حلق له الجانب الأيصر أعد يعطي الشعر لناس لأنه كما تعلمون هذا من باب حتى يريد تقرأه مبحث وفتوى لشيخ البزرح في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا إيه الممنوع وإيه المشروع وهكذا طيب وهنا يا جماعة في صلح الحديبية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالتحلل من الإحرام وأعتقدوا أن الكل يحفظ الرواية فلم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به صلوات ربي وسلامه عليه ثم عاد ذلك عليهم يعني أعاد ذلك عليهم ثلاث مرات فذهب إلى أم سلم أم المؤمن رضي الله عنها وارضها فاستشاره في ذلك فأشارت عليه أن يبدأ هو يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ هو بالنحر وأن يحلق شعر إرواية وأن يحلق شعره فقام القوم يعني ففعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من النحر وحلق الشعر طبعا أجيب لك أكثر من كده كن في توضيح المهم أسأل الله أن يهدي القلوب الزائغة خلاصت يا جماعة مثل هذه التلبسات الشيطانية لها الإجابات الشافية بإذن الله جل وعلا ولذلك أنا بقول لأبنائنا وللأحبنا الأجيال الصغيرة يا جماعة لكل ده دواء واللي بيحصل ده ده مرات مرات وعدوى اللي بيعملوه الحين في القنوات في منصات التواصل من الطعن في الأسل والثوابت من إلقاء الشبه من التشكيك في قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا له علاج وكل هذا له بإذن الله جل وعلا أجلة شافية راقية هادية للصبر بإذن الله وأسأل الله لداية الجميع والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته شكرا